السلام عليكم ورحبا بكم على قناة أماماني إن شاء الله رحكم كامل بخير وبصحة جيدة دائما مع جديد الحلويات اليوم إن شاء الله رح نشارككم حلوة جديدة الحلوة بريزون طابل وبزف بزف بنينة ممكن أني نحضرها للأعراس النجاحات كل المناسبات السعيدة أضمها الله على الجميع الحلوة البنات ضوقها مميز ومختلف عن الحلويات المتعودين عليها حلوة طرية ومحشية إذن من دون إطالة رح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله نبدأ على بركة الله أول ما رح نحضر لي تخيف لي رح نزين بهم هذ الحلوة رح نحتاج إلى 125 قرام من الشوكولة أنا هنا استخدمت شوكولة بالحليب ضفت لها كمية قليلة فقط من شوكولة سوداء وضوبتهم على حمام مائي من بعد رح نضيف لق شوكولة بعد من ضوبها على حمام مائي رح نضيف 40 ميلي لطر من الكريمة السائلة أو الكريمة فخاش هنا من الأحسن لبنات أني نغلي الكريمة السائلة يعني نسخنها حتى الغليان هكذا نقدر نحتفظ بالحلوة لمدة طويلة بعد ما نخلط الشوكولة مع الكريمة رح نضيف نص مغرف كبيرة من الزبدة عندي حوالي 15 قرام من الزبدة ونحرك حتى نضوب الزبدة هنا كما راكم تلاحظوا البنات تظهروا كأنه هنا كما راكم تلاحظوا البنات نبقى نحرك هنا البنات نبقى نحرك حتى نيعقد الخاليط شوفوا البنات كيفاش يتغير القوام الخاليط هنا نكمل نحرك هذا هو السير في نجاح اللي تخيف يعني نحرك مليح هذا هو القوام المطلوب هنا بعد ما تحصلت على هذا القوام راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها تبرد في الثلاجة إذا حطناها في الثلاجة نخليها ليلة كاملة وإلا راح نخليها في المجمد لمدة ساعتين هنا نغطيها نحط غلاف بلاستيكي مباشرة فوق الكريمة ونحطها كما قلت لكم إما في المجمد لمدة ساعتين أو في الثلاجة لليلة كاملة بالنسبة لباقي المقادير راح نحتاج إلى زوج كيلات نواد كوكو أو جوز لهين ليكون مرحي رقيق ما يعادل 170 جرام يعني الكيلة اللي استخدمتها كيلة كانت صغيرة شوية عندي كيلة من المكسرات هنا استخدمت الجوز ممكن تستبدله بأي نوعية من المكسرات كيلة ناقص ربع من سيكوغلاس عندي زوج مغارف كبار من بيسكوي يكون مرحي هنا تستخدموا أي نوعية أنا استخدمت بيمو يحتاج أيضا إلى مغرف ونص من الفلون ضوق شوكولة زوج مغارف كبار من الزبدة تكون مذابة رشة من البيكاربونات والبيض اللي رح نجمع به كل هذ المكونات بالنسبة لي طريقة التحضير طريقة سهلة رح نخلص كل من نواة كوكو أو جوز لهين مع المكسرات كمية المكسرات اللي هي كيلة البيسكوي نفلون أنا هنا استخدم الضوق شوكولة سيكوغلاس وراح نضيف نصف مغارف صغيرة من عطر البراليني لنالبنات تسمحو دي نسيت نذكره في المقادير رح يعطي الضوقرة للحلوة هنا على حسب الكيلة الكيلة تعيي صغيرة ضفت نصف مغارف إذا كانت الكيلة كبيرة ديروا مغارف صغيرة نخلط المكونات مع بعض من بعد نضيف الزبدة اللي هي زجمها كبار من الزبدة اللي تكون ذايبة نضيفها نخلطها مع باقي نخلطها ندمجها مع باقي المكونات وراح نجمع بالبيض هنا عندي بيضة كاملة حط البيضة الأولى هنا في هالكمية البنات إذا كان بيض صغير رح تاخذ معي زوج حبات بيض أنا البيض اللي عندي كبير ضفت هنا البيضة الأولى والبيضة الثانية رح نضيفها غير بشوية ما نضيفهاش دفعة واحدة هنا البيض اللي بنات رح نضيف حتى نتحصل على عجينة اللي تشبه في المخبز يعني تكون شوية تلسق في اليد هنا نضيف ونعجن بيدي شوية حتى يضوب السكر الموجود في الفلون هذا هو الخليط البنات يكون شوية يلسق كما قلت لكم كما لمخبز هالحلوة رح نطيبها في هال المول من السيليكون إذا ما كانش ممكن أني نغير شكله على حسب المتوفر رح ناخذ كمية من عجين تنواد كوكولي حضرتها نحط كمية داخل المول ونضغط بصبعي حتى تأخذ شكل المول ورح نخلي فراغ في الوسط اللي رح نحط فيه شوكولاتة الطلي أنا هنا استخدمت نيوتيلا ممكن تستخدموا أي نوعية أخرى كما نعرفوا أن نيوتيلا يعني ضوقة هايل من بعد رح نغلق بالعجينة العجين تنواد كوكول ناخذ كمية من العجينة نحطها من فوق ونضغط جيدا إذا كانت كمية زائدة من العجين رح ننحيها متأكد أني غلقت على الشوكولة جيدا نعدلها بصبعي نكمل شكل الحلوة بنفس الطريقة من بعد رح ندخلها الفرن يكون مسخل مسبقا على مئة وسبعون درجة لمدة عشر دقائق لبنات هذه الحلوة استيرتاحة في الطياب ما لازمش تطول في الفرن كما قلت لكم لمدة عشر دقائق فقط حتى نتحصل على حلوة اللي تكون طرية يعني ما كانش مكونات يتحتاج أنها طيب فقط ينشف البيض ورح نخرجها هذه الحلوة بعد ما خرجها من الفرن كما قلت لكم ما لازمش تطول طيبتها لمدة عشر دقائق ما بعد رح نخليها تبرد تماما قبل ما خرجها من المول لنها بعد ما بردت خرجتها من المول رح تخرج بكل سهولة وتحافظ على شكلها رح نقلصيها بالشوكولة هنا ضوبت كمية من الشوكولة السوداء وكمية من الشوكولة بالحليب ممكن نستخدم نوعية واحدة فقط وضفت لها حوالي 200 قرام شوكولة ضفت لها زوج مهارف كبار من الزيت ورح نقلصي الحلوة نتأكد أني غطيتها من كل الأطراف ونضعها تنشف ونكمل نقلصي الحلوة بنفس الطريقة نرجع الآن للقاناش اللي كنت حطيته في المجمد لمدة ساعتين هنا كما راكم تلاحظوا اتماسك جيدا بالنسبة للتزيين عندي حبيبات من الشوكولة بنوعين وعندي كمية من وات كوكول اللي كنت أحمصه وضفت له كمية من الكاكاو بالنسبة للتزيين اختياري ممكن أني نستخدم حبيبات الشوكولة أو نستخدم المكسرات أو الكاكاو هذا يرجع لكم نأخذ كمية قليلة من القاناش من شكل كويرات صغيرة اللي تحب تستخدم الميزان تستخدم هكذا يجيوها الحبيبات كامل أو الكويرات بنفس الحجم أنا هنا استخدمت عيني ميزاني إذن بعدما نشكل الكويرات راح نحطها في حبيبات شوكولة وفن وات كوكو من بعد راح نرمدهم في حبيبات شوكولة بهذا الشكل هنا أيضا في التزيين ممكن أني نستخدم أنواد كوكو بما أنه الحلوة فيها أنواد كوكو يعني بلا ما نحمصوا يكون أبيض وبعدما تنشف الحلوة راح نحط ليتخيف فوق الحلوة هنا البنت إذا لقيتوا أنه ليتخيف محبوش يلسقوا ممكن أني نحط قطرة من الشوكولة المذابة هكذا راح يتثبته مليح أنا راح نكمل نزيين الحلوة وراح نشوفوها في ساحل التقديم هذا هو الشكل النهائي للحلوة بعد ما زينتها تحصلنا على حلوة رائعة شكلا وذوقا بالنسبة لأخوات اللي يخدموا لي كوموند وبالنسبة لسعر البيع لهذا الحلوة أكيد رأي تختلف من منطقة إلى أخرى وعلى حسب المكونات أنا في هالحلوة استخدمت نيتيلا الحلوة نحسبها 8000 للحبة وأكيد كما قلت لكم رأي تختلف باختلاف المنطقة والمكونات هنا أقسمت لكم حبة حتى تشوفوها من داخل هذا هو شكلها حلوة بزف طرية وبزف بنينة فقط كما قلت لكم مدة الطهية مهمة لهذا الحلوة ما لازمش نخليها تنشف في الفرن نتمنى لبنات أنكم استفدتم من فيديو يوم أبقى لغا نقول لكم إلى اللقاء نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة بإذن الله